ندعوكم للانضمام إلى قناة إلهام شانيل عبر الضغط على زر الاشتراك الأحمر وإذا أردتم توسل بجديد فيديوهاتينا فور نزولها اضغطوا على الجرس ولا تنسوا دعمنا باللايك إذا أعجبكم الفيديو وأيضا شير إذا أردتم إفادة غيركم وشكرا لكم السلام عليكم ورحبا بكم مرة أخرى في القناة سجيلي دا شكرا لكم ورحبا بكم ورحبا بكم ورحبا بكم ورحبا بكم ورحبا بكم في صحة أكيد لذلك الوصفة اليوم كما قلتوا من العنوان هذا الفيديو أي تحتنا فيديو هذه إن شاء الله تكون وصفة مختصة بتخصيص الوزن أي نقصان الوزن كنتمنى أن الوصفة الإعجاب لكم سهلة مهلة وأكيد هي بمكونات سبسيطة ورخيصة في متناول جميع الحبيبات وجميع السيدات وهذا الشيء أكيد اللي كانت منه غير هو دائما اللي بناتها شيء دائما نقول لكم تقريبا في مقدمة الفيديو هو أنكم نروا تجربوا أي وصفة طبيعية كانت مقدمة لكم دائما من الطرف القناة سجيلي إلهام شانيل فما تنسوش تخليوا لينا تعليقاتكم واقتراحاتكم والأسئلة ديلكم وأي حاجة فدائما أنا كنرحب بها في خانتي التعليقات على الراس والعين أكيد وأيضا أي حاجة كما سبق لي وذكرت أي تساؤل أو الاقتراحات دياللي فيديو أي الوصفات الطبيعية يعني أي وصفة طبيعية كنتم تبغينها فأكيد ما سبقلوش عليها في خانة التعليقات وأنا على الراس والعين أنا نلب لكم كل هذا الطلبات إن شاء الله الوصفرة سهلة مهلة بسيطة ورخيصة في متناول جميع السيدات وعلى بركة الله من أن شاء لكم أكيد أكيد أكثر من هذا نمشيوا باش نتعرفوا على مكونات الوصفة سوما طريقة الساحذر سوما طريقة الاستعمال وأول مكوين غدي نحتاجوا لي فضل الوصفة هو زنجابيل أو سكينجبير السكينجبير اللي غدي نحتاجو هنا كي يجيب هذا الشكل هذا كما كتشاهدوا يعني ها هو كيفاش كي يكون نوره لكم بعده كيفاش كيكون سكينجبير الحي كما كنقولوا لي إحنا يعني اللي كيتحك او اللي كنفرموه في الحكاكة دينا هذا هو سكينجبير غتلقوه عند العطار او عند العشتب كيتباع يعني القرام وغادي تاخدوه مهم سكينجبير كي يكون بهذا الشكل هذا ماشي بودره هذا صراحة الله دائما كنصحكم به في الفيديو ولكن ما كيكونش متوفر عندي في ذاك الوقاية هذا كش يعليش كنستعمل سكينجبير بودره حتى هو زوين ماشي خيب غير هويلا كان هذا عندكم في المنزل او كانت عندكم الامكان يعني انه يكون متوفر حداكم يعني او في البلد اللي انتم معايشين فيه فاكيد يفضل احسن من سكينجبير بودره بالنسبة لهذا سكينجبير كيكون بهذا الشكل هذا كتجيبوه كتحكوه او لا كتبشروه في الحكاكة من بعد كيولي بهذا الشكل هذا كيما كتشاهدو في واحد ريحة صراحة الله ريحة قوية مجهده ومركزة اكيد وريحة غزالة في النب ريحة زوينة بزاف وكتكون كما سبق اللي بذكرت يعني فيها التركيز ونضي النسبة 90% أو 66% ويكون زوين ويكون افكاس بالنسبة للناس اللي يقلبوه على التخصيص او لمشروب سحري باش نقصوا الوزن هذا الشيء اللي بنات سيكون بهذا الشكل هذا وبعد ما يسبشره سيكون بهذا الشكل هذا هذا هو السكينجبير او الزنجبيل اللي سيحتاجه في هذا الوصفة ثالث مكون اللي هو الماء دافي او لا يكون المبارد هناك يبقى الاختيار ديالك هناك في هذا الوصفة نحب الماء دافي لانه في الصباح فاش كنفطرو مرة ما كنفطرو كنبيرو اكيد هاد الوصفة السحرية ضروري ما نكونوا يعني شرب الوصفة في الداس ديالنا والملكاس اللي غدين نشربوه يكون سخون او لان نشربوه يكون دافي ويكون سخون على الداس ديالنا كمسال فعالي يطلق دياله والناس اللي لا يحبوه المشروبات اللي تكون سخونة ممكن تشربوه بارد هذا شيء يبقى اختياري وليس اجباري كيف ما نقول لكم او كيف العدد كيف ما نقول لكم في فيديوهات اكيد هذه اللي بنات هدو هما ثلاثة المكونات اللي غدين نحتاجون في الوصفة السحرية لتخصيص الوصفة الزنجبير اللي يكون حي بهذا الشكل نعود نبره لكم باش السيدات اللي معمرهم جربوها او معمرهم خادوها او تقدوها اعرفوا انه هدو هدو الوصفة سنحتاجو زنجبيل الحي سيكون متوفر في المغرب عند العشاب وعند العثار وتمان دياله الخيس بزاف يعني كي تعبر القرام يعني على حسب يعني القطعة وشحل فيها ممكن توزن على حسب يعني القطعة وشنو الكمية اللي ديالها فممكن يعني اتخذوها ببعشرة ديال الدرهم مغربية او السدية الدرهم مغربية على حسب الوزن ديالها اكيد هذا التمن هو في متناول جميع السيدات ماشي شي تمان لهو باهض او لغالي لانه بزاف السيدات سيسولوني التمن دياله وشحل كيسوي او شحل كيسوه وهذا الشي اللي كي لبنات على بركتي الله غنمشي واش نوريكم طريقة الاستعمال ثم طريقة السحتي فلما نطول عليكم اكيد اكتر واكتر هدين ناخد الزنجبيل ديالي او السكينجبير اللي كيكون هكده قطعة او ترايفة يعني هدين نحطها على طرف غن ناخد المدافي ونضيفو السكينجبير او الزنجبيل ونبدأ كنحرك او الزنجبيل نبدأ كنحركو سدريجيا حتى الوصفة تطلق ذاك المفعول ديالها المئة بالمئة لا نحاول نزربه على الوصفة و اي حاجة لا نحاول نزربه فيها فضروري ما نعطيه لكل حاجة الوقت و القيمة لك كما ستعطينا حتى ايه المزايا و المفعول و يكون ايجابي و يكون سلبي نهائيا فنحن نضيف كيمية اخرى او الاخرى المدافئ موسيقى 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 اذا كنت احضر الوصفة تتركك الماء اذا حسب الوصفة موسيقى اذا اخذتوا قطع كبيرة اضيفه تقريبا 1 نصف اتر الماء او الانسيترو كما نقول احنا دافي اذا اضيفه كثيرا بزاف ديال الزنجبيل مبشور ممكن اضيفه اترو ديال الماء تعمله في القرعة البلاستيك او الزج من بعد تخضو ديال القرعة كم ساداك المفعول يتلق مزيان حتى الزنجبيل مع الماء يتفاعلوا ويتلقوا ديال اللون الاصفر بعد ما تجعلوا الوصفة ترتاح المدة ساعة او ساعتين او 24 ساعة يعني ليلة كاملة بعد ما ترتاح ليلة كاملة ستأخذوا صفايا اللي كنصفاو بها اكيد للقهوة او بزاف الاشياء اخرى فنأخذوا صفايا ونصفاو ذاك الزنجبيل يعني على الماء فخص الوصفة تخرج لنا صافية يعني مصافي بدون دوك المغصو او دوك الطريفات ديال الزنجبيل او السكينجبيل بعد ما يصبح لنا مشروب سحري يعني ها كاكسافي غادي نشربوه بصحة ورحة الوصفة نوعا ما مرة بالنسبة للسيدات اللي ما سيبغيوش ديال النكهة او البنة المرة فالوصفة مرة لانو زر السيدات سيسولوني عليها الناس اللي عندهم العسل حر يعني كيكون حر المئة بالمئة ما كيكونش ديال سكر فممكن تبضعوا في هذا الوصفة بعد القترس ديال العسل ديال النحل يعني الحر الناس اللي لم تفرش عندهم العسل الحر ممكن توضعوا العسل ديال السكر ولكن غير قطرة او لجوج قطرات يعني ما تفوتوش يعني القطرة ماشي الملعقة او لجهة المعالق فإلا عملتوا ملعقة او لجهة المعالق كونوا مسأكدين انه الوصفة غتفشل المئة بالمئة او ما غتنجحش معاكم هذا شي كنقول فقط الناس اللي ممكن يعني كسكون ديال درهم المعدة وليقدروش يشربو مشروب اللي ما يكون شحلو او تكون فيه واحد نسبة ديال الحلاوة اما الناس اللي ما مرادين بحتش يمرض اكيد ويعني عندهم المعدة ديالهم عادية فشربوه هكاك يعني صفو الزنجبيل على الماء وصفوها بصحة والراحة وشربو المشروب ديالكم اكيد كما سبق لي وذكرت بصحة والراحة وهذا شي اللي كان بلا ما تحتاجوا انكم تضيفو له يعني النكهة او البنة او يعني العسل ديال النحل او العسل ديال السكر الناس اللي مرادين وعندهم يعني حساسية وما يقدروش يشربو الوصفات او المشروب ديالك تكون ما فيهاش نسبة ديال السكر فممكن تسودوا بعض القطرس ديال العسل سوى الحر سوى العادي وتشربوه بصحة والراحة قبل ما تفطروه هاد شي اللي ما عندكمش اي مشكل في المعيدة ديالكم إلا عندكم مشكل فاخليوا حتى المورا الفطور كمسه ما تدركمش المعيدة ديالكم وما نبغيوش اكيد نعملو اشياء اللي تقدر ادرنا من هنا المستقبل لانه الداس ديالنا والصحة ديالنا بصفة عما كانت سوى شيء كبير وشيء غالي في الحياة فإلا مشات اكيد او لتعطبت منها غير يعني جزء صغير فاكيد ما كانت بقاش عندنا الخاطر باتاتة وما كانت بقوش احنا هم احنا فاكيد الصحة ديالنا هي الاولى او دائم دائم هنطلوا في الصحة فيصحة دياله على نتائج هي مرضية ورائعة وبعد ثلاثة ايام او اسبوع بالكامل ستكونوا خصصوا الوزن او بالاحرى نقصوا الوزن الزائد او نقصوا السومنة كما نقول احنا وهذا شيء لكي اللبنات نتمنى الوصفانات الاعجاب لكم لا تنسوا اشتركوا في القناة و تتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي و تجعلوا لناس علاقاتكم و اقترحاتكم و سيفساراتكم اسفل هذا الفيديو اي فخانة التعليقات و نشوفكم ان شاء الله في القوشن فيديو خلتليكم الراحة هنا و بسلام عليكم حتى الوصفة جديدة اكيد عن قريب بسلام عليكم